كم منهائل من حالات تزوير الشهادات الدراسية يكشف عنها بين فترة واخرى وزارة التربية اعلنت مؤخرا وجود ثلاثة الاف شهادة مزورة خلال العام الماضي فقط احتيال سافر على الجهات الحكومية في ظل وجود جملة من المؤسسات التي يقع على عاتقها محاربة هذه الحالات الشهادات موجودة وبكثرة في كثير من فاصل الدولة العراقية للأسف الشديد اكثر هذه الاسماء طبعا موجودين في الدولة بعض منهم يمتلكون مكانات عالية جدا ورفيعة المستوى في الدولة العراقية حالة من الامتعاض عمت خريجي جامعات عشرات الالاف منهم لا يجدون فرصة للعمل في المؤسسات الحكومية على عكس اصحاب التزوير الذين يتمتعون بفرص اكثر واحيانا ترقيات في العمل فرص العمل يشوف ناس شهاداتها مزورة عدها عمل وعدها وظيفة اقوى من اللي يحصل عليه هو الاحباط يهيمن على طلبة الجامعات فرؤيتهم للمستقبل يملأها اليأس بوجود من يسرق استحقاقهما يضاف لذلك انعكاسات سلبية على واقع البلاد عموما بوجود الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب فاغلب الطلاب اللي على بواب تخرجوا اللي يتخرجوا قاعدين بالبيت ممحصلين ايشي من شغلهم او من شهادتهم من التعب اللي تعبه خلال 22 سنة 23 سنة هو خلص عمره يدرس شهادته عليا كماز السيرة وغيرها ممحصلين فرصة تعيين يجيب الشهادة المزورة راح عنده ظهر بحزف فلاني او غير شي راح يحصل على فرصة تعيين هذي وبين الجلوس على مصاطب المقاهي والاشتغال باعمال حرة بعيدة عن التخصص يختزل واقع اغلب خريجي الجامعات العراقية ويبقى السؤال قائمان كيف لدولة ان تبنى وتصلح في ظل هذا التطفيف الجائر جريمة بحق الوطن واستخفاف بالمعايير العلمية والقانونية الشهادات المزورة كارثة تقف وراء تراجع البلاد فالنقود المزيفة لا تساوي الكيس الذي تحمل فيه من بغداد حسين احمد قناة بلادي